البحث ما زال مستمراً 15 يوماً هي المتبقية حتى يضم الأهلي مهاجماً جديداً ويقيده ويشارك ويتحقق أحد أحلام حياة مستر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللي طالب بناءً على تصريحات معلنة إلى جانب الغرف المغلقة أن يتم ضم المهاجم الأهلي ما زال يتحرك ويبحث ولكن في نفس الوقت هو ليس قلقاً وده بحسب تصريحات مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي فيما يخص عملية البحث عن ضم مهاجم أجنبي ليكمل القطعة الناقصة في حسابات الفريق الباحث عن تجديد نجاحات الموسم الماضي وإضافة ما يمكن إضافته إليها خلال الموسم المقبل تواصلنا مع مصدر مسؤول في النادي الأهلي للبحث عن ما هو الجديد في سير عملية التفاوض ضم سوزة ربما من جانب أو بديل عن سوزة أول رغبات مستر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكانت تصريحات هذا المصدر المسؤول كالتالي قال الأهلي خرج من موسم مميز على مستوى الألقاب ولا يعاني فالفريق يسير في الطريق الصحيح تطلعات الأهلي نحو التتويج بالألقاب لا تتوقف ونعرف أن هذا الأمر يتطلب تدعيمات قوية هناك رغبة قوية جدا لإتمام صفقة المهاجم وهناك تحركات مستمرة ونأمل أن نوفق في حسمها كل ده الجزء الأولاني الجزء الثاني لكن لا يوجد قلق حال عدم حسم صفقة المهاجم لكننا واثقون على أي حال من حسم الصفقة في الانتقالات الحالية موقف سوزة لا يزال معقدا حتى الآن بسبب رفض مدرب جينبوك رحيل اللاعب ونبحث عن بدائلة أخرى التصريحات بتتكلم عن أن الأهلي واثق وأنه شغال على البحث عن بديل لسوزة اللي القصة فيه مازالت معقدة وبالتالي ده الكلام اللي حضراتكم كلكم عارفينه وامتبعينه وأن الأهلي لسه بيدور على مهاجم وده أكتر سؤال بيشغل بال الرأي العام الأهلاوي في أي مكان وفي أي نقاش يخص الأهلي وإنت بتسأل أو بتتكلم عن أي حاجة إيه جديد المهاجم ده الجديد لكن الأهلي أضاف أنه حتى حتى إذا لم ننجح في حسم صفقة المهاجم فإحنا جايين من تتويجات كبيرة ومش ألقانين لو ده ما تمش هل ده بيترك مساحة من احتمالية ألا يضم الأهلي مهاجما قبل موسم الانتقالات الشتوي يعني خلال الأشهر الخمسة المقبلة اللي الأهلي مقبل فيها على بطولات إما محلية وإما قرية ببطولة مستحدثة جديدة هي السوبر أو دوري السوبر اللي أعلنت النهاردة بتفاصيلها والقرع بتاعتها يوم السبت اللي جاي وعلى مستوى عالمي أيضا وهو بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام بنهاية هذا العام بإذن الله أدينا مستنين الجديد والأهلي مطمئن إنه يخلص الصفقة ومش الآن لو الصفقة ما خلصتش